في الوقت الذي يعلن فيه الجيش الإسرائيلي تعزيز قدراته وقوته على الأرض ولسيما في ضوء موجة العمليات الفلسطينية الأخيرة كشف النقاب في إسرائيل عن أزمة حادة يعاني منها الجيش الإسرائيلي في نطق القوة البشرية بعد أن شهد العام 2021 ارتفاعا حادا في عدد الضباط برتبة رائد الذين يطلبون التسرح من الخدمة وصل إلى 30% معطيات شعبة القوى البشرية التي عرضت أخيرا على قيادة الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي أظهرت تسجيل ارتفاعا دراماتيكيا ليصل عدد المتسرحين برتبة رائد إلى نحو 500 وأنه فقط في الأشهر الأولى من العام الحالي طلب 77 ضابطا إنهاء خدمتهم والتسرح من الجيش الإسرائيلي خبراء حذروا من أن هذه الأرقام تعكس قلقا حقيقيا من أن الأمر يتعلق بمنحا مستمر منذ عدة سنوات وأنه سيتفاقم بحسب تقديرهم أكثر فأكثر في السنة الحالية مراقبون رد الأزمة التي يعانيها الجيش الإسرائيلي اليوم إلى أسباب عديدة بدءا من تراجع الحافزية للخدمة في الوحدات القتالية وتراجع ثقة الجمهور بالجيش مرورا بعروض الوظائف الكبيرة والرواتب الأعلى بكثير التي تقترحها السوق المدنية وصولا إلى المسار المعقد الذي يطلب منهم المرور به من أجل التقدم إلى أعلى الرتب في الجيش الإسرائيلي محللون حذروا من أن أزمة القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي تفتح الباب على أزمات أخطر وأكثر تعقيدا تتعلق بثقافة الانتماء إلى الجيش الإسرائيلي فغالبية المسرحين كانوا بحسب معلقين مصنفين على أنهم عناصر خدمة دائمة بنحو مؤكد ورغم ذلك قرروا التسرح من الخدمة ما يعني بقاء الضباط الأقل كفاءة وجودة في الجيش الإسرائيلي بما يلحق دررا بالغا بأداء الجيش الإسرائيلي على المستويات كافة موسيقى